تقدم لكم اوديو تاب ملخص كتاب قوة لا لجيمس و كلوديا ألتشور مقدمة في كثير من الاحيان قول لا امر مؤلم للغاية ولكنه ايضا احد اشجاع الكلمات التي يمكنك قولها كم مرة كان عليك ان تقول لا ثم تراجعت في الساعات والأيام التي تقضيها في التفكير قبل ان تقول لا تمتلئ بالقلق تسأل نفسك هل علي فعلا ان اقول لا وماذا سيحدث ان فعلت حسنا لديك الحق في ان تقول لا في الواقع لك الحق في الدفاع عن حياتك يحق لك قول لا للأشياء التي ستؤذيك بشكل مباشر مثل القفز من مبنى او شرب السم في حين ان قول لا لشيء مثل هذا قد يبدو امرا سهلا الا انه من الصعب جدا رفض اشياء تثقل كاهلك انت تقرر ما تقول له لا لك الحق في علاقات صحية وحب حقيقي يحق لك اختيار الاشخاص الذين تحيط بهم انت من تقرر من تدخله في حياتك ولا احد غيرك لك الحق في استخدام مواهبك ولك الحق ايضا ان تقول لا لأي شيء يعيق قوتك الابداعية ويمنعك من اعادتها الى الحياة الفصل الاول اختر الحياة وقل لا للعلاقات السيئة اريد ان اموت كلمة يقولها الكثير منا وبدون تفكير احيانا ولكن عندما تفكر الكاتبة كروديا في هذه الكلمات الاربع فانها لا تفكر في الموت الجسدي بدلا من ذلك تتوق الى نوع مختلف من الموت موت الطرق القديمة والسلوكيات القديمة وانماط التفكير التي لم تعد تخدمها انها تريد موت شيء الذي يجب ان يموت بداخلها حتى تجد حياة جديدة عندما نحول تفكيرنا الى هذا المنظور يمكننا ان نبدأ في تحويل معاناتنا ونصبح مستعدين للتصرف وفقا للاشياء التي يمكننا التحكم فيها تصبح جاهزا للعيش عندما تختار هذا يمكنك قول لا للعادات التي ستؤدي الى مرضك مثل التدخين او تناول الطعام السريع عندما تمتنع عن هذا تصبح اقل عرضة لامراض القلب او سرطان الرئى ان اختيار الحياة لا يعني فقط التخلص من العادات السيئة يعني ايضا تخليص نفسك من الاشخاص الذين يتسببون في اذيتك هؤلاء هم الاشخاص الذين يستنزفون طاقتك الايجابية او يثيرون مشاعر الذنب والخوف لديك بقولك لا لهذه الانواع من العلاقات يمكنك التركيز على الاشخاص الذين تهتم بهم حقا في حياتك يمكنك توجيه وقتك وطاقتك نحو دائرتك الداخلية ولمعرفة من هم في دائرتك الداخلية قم بعمل قائمة بجميع الاشخاص الذين تراهم خمس مرات على الاقل في الاسبوع او تتواصل معهم بعد ذلك قيم كيف تجعلك اللقاءات مع هؤلاء الاشخاص كيف تشعر على مقياس من واحد الى عشرة واحد هو الاسوأ وعشر هو الافضل اثناء مراجعة النتائج ستعرف على الفور الاشخاص الذين يجعلونك تشعر بالرضا ومن يحتمل ان يكونوا سامين ابدأ بقضاء المزيد من الوقت مع الاشخاص ذوي التصنيف الثامن وما فوق وقضاء وقت اقل مع اي شخص اخر قد يكون ابعاد نفسك عن هؤلاء الاشخاص امرا صعبا في البداية لانه سيتطلب منك التغلب على العقبات مثل تغيير انماط سلوكك الفصل الثاني استخدام كلمة لا بحزم وايجاد طريقك هل وجدت نفسك يوما تقول نعم للاشياء فقط لتدرك في منتصف الطريق انها تجعلك على غير طبيعتك ربما تكون قد توليت مهمة في العمل لا تتوافق مع قيمك او ربما بقيت على علاقة مع شخص يخرج اسوأ ما فيك حان الوقت للتوقف عن فعل هذه الاشياء التي لم تعد تريد القيام بها وفقا لجيمس فان استخدامك الحازم يعني رفض الاشياء التي يطلب منك الاخرون القيام بها فقط لانهم يتوقعون من كذلك كما ترى عندما تقول نعم لاشياء لا تريد القيام بها فقد تبدأ في الاستياء من الاشخاص الذين تحاول ارضاءهم او حتى تبدأ في كره العمل بدلا من ذلك حان الوقت للتوقف عن التوافق مع توقعات الاخرين والبدء في تكوين توقعاتك الخاصة واتباع مسارك الخاص لمعرفة المسار الخاص بك يقترح الكاتبان مثلا التوجه الى متجر الكتب اثناء تصفح الرفوف قم بتدوين الكتب التي تهتم بها ربما تجد نفسك منجذبا الى التصميم الصناعي او الهندسة المعمارية او ربما تنجذب الى التصميم الداخلي او التصميم الجرافيكي او التصوير الفوتوغرافي عندما تستمع الى ما يثير اهتمامك يمكنك بعد ذلك البدء في استكشاف اهتماماتك في الماضي عانى اسلافنا من ندرة الموارد نتيجة لذلك استمروا في البحث عن المزيد من الطعام والماء والافضل و المزيد من الاتصال البشري استمر هذا الاتجاه طوال تاريخ البشرية حيث استمر الناس في البحث عن المزيد من المال و المزيد من المعرفة و المزيد من الأشياء واليوم نواصل هذا الاتجاه بالرغم من وفرة مواردنا ما زلنا نعاني من عقدة الندرة التاريخية نواصل بحثنا عن المزيد من المحلات التجارية والمطاعم وشراء منازل بها المزيد من الغرف والبحث عن المزيد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في النهاية البحث عن المزيد لا طائل من ورائه وسيجعلك تشعر بمزيد من التوتر لتخلص نفسك من عقدة الندرة حان الوقت لتحويل تركيزك من ما تفتقده إلى الوفرة التي لديك من حولك على سبيل المثال لنفترض أنك في طريقك إلى العمل ووقعت في ازدحام مروري بدلا من التركيز على الإحباط الناتج عن التواجد في حركة المرور فكر في مدى روعة حقيقة أننا لم نعد نعاني من ندرة في حياتنا لدينا ما يكفي من الناس ومن المال عندما تركز على الوفرة في الحياة فإنك تتجاوز التفاؤل برؤية نصف الكوب الممتلئ تدرك أن هناك الكثير من الماء وأنك لن تموت من العطش وتدرك أنه يجب أن تكون ممتنا لوجود الماء بالإضافة إلى ذلك يجب أن تقول لا للضوضاء الأشياء التي تمنعك من إيجاد السلام داخل نفسك استبدل تلك الضوضاء بالصمت لاحظ الأشياء التي تملأ رأسك بالضوضاء الأشياء التي تملأ رأسك بالأفكار السلبية وبالقلق ربما هو الخوف الذي تنشره الأخبار أو ضجيج القيل والقال والتلاعب والعدوان أنت تختار مع ذلك المعلومات وكيف تتواصل لذا إذا كانت هناك أخبار سيئة على التلفزيون فأوقف تشغيله إذا كان هناك شخص ما يثرثر ابتعد أو غير المناقشة إذا بدأت الأفكار السلبية في رأسك تهمس بالقلق والخوف توقف واستبدلها بالإمتنان وأفكار الوفرة يجب أن تلاحظ أيضا متى تشعر بالألم عندما تشعر بالقلق أو الأسف أو الغضب فإن تلك المشاعر تميل إلى الظهور على شكل ألم جسدي قد تشعر بألم في صدرك أو معدتك أو ظهرك عندما يحدث هذا توقف واسأل نفسك لماذا؟ ما الذي يسبب هذا الألم؟ هل أنا قلق بشأن مستقبل ربما لن يتحقق أبدا؟ هل أشعر بالسوء حيال شيء قلته قبل عشر سنوات؟ لا يمكنك تغيير هذه الأشياء ولكن يمكنك التعرف عليها أخيرا يجب عليك تعزيز صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية وهذا يعني الاهتمام بنفسك وإحاطتها بأشخاص يحبونك ويهتمون بك ويلهمونك ويخرجون بأفكار لمساعدة الناس ويعبرون عن الامتنان أقر بأنه لا يمكنك التحكم في كل شيء في العالم عندما تقول لا لهذه السلبية فإنك تغير حياتك وحياة الناس من حولك الفصل الرابع إطلاق العنان لقوة لا يسمح لك أن تقول نعم لنفسك في الكثير من الأحيان نشأنا معتقدين أننا سنكون سعداء إذا ذهبنا إلى الكلية وحصلنا على وظيفة جيدة ورسخنا جذورا وكوننا عائلة وكسبنا الكثير من المال عندها فقط يمكننا أن نكون سعداء بالطبع هذه الأشياء يمكن أن توفر السعادة ومع ذلك عندما لا تحدث هذه الأشياء نشعر بخيبة أمل ربما هذه الأشياء المذكورة ليست ما تتوق أنت إليه بالتحديد لكن من المحتمل أن يكون لديك شيء ستصاب بخيبة أمل بشأنه إذا لم يتحقق كيف إذن نتوقف عن الرغبة الشديدة حتى لا نعاني بمجرد فهم قوة لا ربما مثلا تتوق إلى شراء بيت أكبر لكن هل يجب عليك ذلك؟ ربما ولكن إذا كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إفلاس عائلتك وإغراقك في ديون ضخمة فقل لا ابحث عن شيء في حدود ميزانيتك حتى ولو كان ذلك يعني التضحية بشيء تتوق إليه ببساطة قل لا للأشياء التي قد تؤذيك بدلا من الرغبة في المزيد ابحث ببساطة عن الإمتنان إليك تمرينا على تقديم الإمتنان ابدأ بإدراج جميع المشاكل في حياتك بعد ذلك ضع قائمة بكل الأشياء الجيدة في حياتك قد يكون هذا صعبا ولكن ابدأ من مكان ما مثل أنا أحب أولادي وأنا ممتن لوجودهم يمكنك حتى البدء بشيء أصغر مثل أنا ممتن لأنني أتنفس الآن بعد ذلك حان الوقت للذهاب إلى نظام حمية الإمتنان خلال الأيام العشرة القادمة عندما تستيقظ فكر في عشرة أشياء تشعر بالإمتنان من أجلها يمكن أن تكون أشياء مهمة مثل أصدقائك وعائلتك أو يمكن أن تكون أشياء صغيرة مثل شروق الشمس في ذلك اليوم سيساعدك هذا على التركيز أكثر على الأشياء الجيدة في حياتك ويسمح لك بقول لا للشر والقموط أخيرا استخدم الأسلوب الفضائي تعمل هذه التقنية بشكل أفضل في الصباح الباكر عندما تستيقظ يجب أن تكون فكرتك الأولى من أنا تخيل نفسك كائنا من الفضاء الخارجي تم إرساله هنا لتعيش في هذا الجسد الذي أنت فيه خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة في صباح اليوم الأول في جسدك البشري الجديد يجب أن تدرك ما يحتاجه ذلك الجسم هل يعاني هذا الإنسان ضغوطا؟ مهمتك هي حل هذه الضغوط والتوتر أي كان ما تفعله فأنت تعلم أنه سيساعد هذا الإنسان بعد كل شيء هذا هو سبب وجودك هنا ستتخذ القرارات الصحيحة له سواء كان ذلك الجري أو قراءة كتاب أو التأمل وهكذا كل يوم كأنك وكيل خاص ومهمتك هي إنقاذ الأرواح الخلاصة عندما تتخذ القرار الواعي بقول لا فإنك تطلق العنان للقوة لتقول نعم لإحتياجاتك ورغباتك أنت تقول لا للتوتر والقلق والخوف والندم وتقول نعم لإعادة اكتشاف نفسك كل يوم تختار إعادة اكتشاف نفسك كل صباح عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد المضي قدما أو الرجوع للخلف إذا كان لديك حلم لتحقيق شيئ ما وإعادة اكتشاف نفسك فتجنب الشك ولا تقلق بشأن ما يعتقد أصدقاؤك وعائلتك قل لا للناس والأشياء التي تؤذيك لك الحق في أن تكون سعيدا تتمثل قوة لا في بناء قوتك من الجوهر إلى الخارج وعندما تقول نعم لنفسك أخيرا يبدو الأمر مثل إلقاء حصات في وسط المحيط في النهاية سوف تموج تموجات نعم إلى الخارج وتصل إلى الشاطئ استمعتم إلى ملخص كتاب قوة لا لجيمس وكلوديا ألتشار قرأه عليكم سعيد ولد محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر